بالنشيد الوطني الفلسطيني افتتح المؤتمر الوطني الثاني للمجلس المستقل للأئمة وموظفي قطع الشؤون الدينية والأوقاف بعد خمس سنوات من انعقاده لأول مرة والذي يعتبر محطة تقييمية لكل ما أنجزه المجلس منذ تأسيسه قبل عشر سنوات مع تجهيز مشاريع وتصطير أهداف مستقبلية وإعادة بث الروح في هياكله فنقيم كل الأعمال السابقة ونستشرف المستقبل ببرنامج عمل جديد وبهياكل جديدة تنتخب في هذا المؤتمر لتجديد الدماء في كل هياكل المجلس وفي ظل تفقم الوضع الإنساني بقطاع غزة جراء العدوان الصهيوني المتواصل اقترح موظفي القطاع التبرع براتب شهري لفائدة الشعب الفلسطيني أن نتبرع براتب شهري لكل واحد منا لصالح إخوانا في هذه المعركة العظيمة نصرة لهم يقدر على ذلك فقلنا لا بأس أن يقدموا يتبرع بمنحة مردوديته وربما هناك من لا يقدر على هذا السقف لظروف خاصة به فيمكنه أن يشارك معنا وأن يتبرع على الأقل بمبلغ مليون سنتين بوقفة تضامنية ودعوات صارخة وأفواه متضرعة لنصرة فلسطين وحماية الجزائر بلدا وشعبا اختتمت فعالية المؤتمر الذي لطالما كانت أحد أهدافه نصرة القضية الفلسطينية اشتركوا في القناة